طالبات من كلية العلوم الإدارية والمالية مستوى رابع جامعة إقليم سباء أعددنا مبادرة أسمينها مبادرة العبارات حيث قمنا بكتابة عبارات على درج الكلية المؤدي إلى القاعات والمكاتب الخاصة بالجامعة عبارات تحفيزية بأسلوب بديع وألوان جذابة تجعل كل من مر أمامها يتوقف للقراءة إنها القراءة التي آمنت الطالبات بسرعان ترجمتها الداخلية في ذهن جميع الطلاب الذين توقفوا أمامها لا شك أنها فكرة نافذة إلى القلوب والألباب وعبقرية جلية في اختيار المكان والزمان وهب أنها عبارات لهمست قلب رجل حدثته نفسه كثيرا عن اليأس فوقعت بقلبه موقعة بالغة من التحفيز وبعثت فيه شعورا بالأمل إذن فقد أصابت الفتيات وفكرنا بأسلوب مختلف تماما نوع المبادرة لا كمها وحجمها في جامعة إقليم السباء الجامعة الناشئة جراء الظروف التي قذفت بمئات الطلاب إلى كلياتها من مختلف الجمهورية نشاطات متعددة ومبادرات كثيرة وهذه واحدة منها ولك أن تتخيل طلاب الجامعة المتوقفون أمام العبارات المكتوبة على الجدران بأسلوب يتناسب مع كل صعود يقرؤون عبارات تحمل دعوة للجميع بالمواصلة والاستمرارية وعدم التعثر مبادرتنا للعبارات كانت فكرة مجموعة من طالبات كلية العلوم الإدارية والمالية سنة رابعة جامعة إقليم سباء فكرنا في فكرة عبارات تكون عندنا عبارات تحفيزية للطلاب بعد ذلك قمنا بتنفيذها كان هناك تقبل من عميد الكلية والطلاب طبعا ما قسروا معنا وساعدونا ما دفع طالبات كلية العلوم الإدارية والمالية لهكذا مبادرة هو أنهن شعرنا بأنه قد حان الوقت لمغادرة صرح الجامعة إذ أنهن في السنة الرابعة والأخيرة وهو الأمر الذي دفعهن للتفكير بوضع بصمة أخيرة قبل الرحيل بدأت تنفيذ العبارات وأكملناها بالشكل المطلوب كانت فيه هناك نقلة أو شكل فني للكلية وأيضا حبينا أن يكون لدينا بصمة يعني في الجامعة عبما نحن سنة الرابعة وبالفعل كانت بصمة لها وقعها وأثرها رغم بساطة الإمكانيات وسهولة الإعداد فالأمر هنا لا يتعلق بحجم الإنفاق بل بحجم الفائدة إن الدين كلمة تقال وسلوك يفعل فإذا انفصلت الكلمة عن السلوك فسد الأمر ولا يمكن لأي إنسان أن يصبح عالما بمعنى وتأثير الكلمة من غير أن يصير قبل ذلك إنسانا بمعنى الكلمة